أن قيادات مهمة في الإطار مثل المالكي والخزعلي في أوقات سابقة كانت تدعو إلى النظام الرئاسي أو الشبه الرئاسي وشبه الرئاسي أو شبه الرئاسي وبالتالي أيضا يعني قسم من قوة الإطار نفسه اليوم تعتقد أن النظام المكوناتية نظام غير مفيد والنقطة الأهم جدا في كل هذا المشهد أن هذا النظام فشل في تحقيق أي شيء للعراقيين بل أرجع العراق إلى الخلف وليس إلى الأمام وبالتالي نحن نعتقد لم يحقق شيء هذا النظام لم يحقق شيء أبدا حتى هذه اللحظة لم يحقق شيء بالعكس شوه معاني مفاهيم الدموقراطية وبالعكس كان النظام يخلق الأزمات ويحاول أن يحلها وبعدين ما يحلها يرحلها أنت تلاحظ مثلا اليوم كل أزماتنا طينا أي أزمة أزمة المياه أقول لك موجودة منذ 2005 أزمة الكهرباء أقول لك موجودة منذ 2005 أزمة الدولار أقول لك موجودة منذ 2005 يقول لك النظام مستهدف يعني ليش نظام مستهدف إذا نحن نظام مستهدف فنبطل يعني ليش نظام مستهدف ليش بس العراق نظام مستهدف لا لأن الإدارة لهذا النظام وآليات إنتاج السلطة في هذا النظام لا تنتج الحلول وإنما تنتج الأزمات بعدين اكو قضية مهمة اتعجب حقيقة من الناس الذين يناسرون اليوم طريقة انتاج السلطة بطريقة المحاصصة يا اخي كل القوى السياسية كانت تتحدث عن المحاصصة بانها هي السبب في فشلنا هي السبب في الفساد الحاصل المرجعية تتحدث عن المحاصصة القوى السياسية كلها تتحدث عن المحاصصة ليش الان بدأ هذا الحديث يخفت عند قوى السلطة وبدأ بالعكس انا طبعا سامح هذا الكلام من عدة قنوات من القنوات اللي نقول اي حديث تقصد حديث الدعوة الى بقاء المحاصصة حديث الدعوة الى تقسيم البلد الى مكونات وباحتبار ان الطرف الفلاني يمثل المكون الفلاني ايه مثلا لطارب في الازمة الاخيرة قال لك انا الهدف احافظ على حقوق المكون الاكبر يا اخ يا مكون اكبر هاش فحش هذا هذا ترك كلام يعني معيب في المشهد السياسي